بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فهذه هي المحاضرة الثالثة والأربعون في سلسلة أحب لغتي وكنا نتكلم عن أسلوب الشرط وجملة الشرط وجملة جواب الشرط وفعل الشرط وفعل جواب الشرط وإزاي بتيجي هنتكلم عن أدوات الشرط أنا محبش أتكلم عن أدوات ولكن أنا هقسم كلمة أدوات إلى حرف شرط اسم شرط حرف شرط اللي هو إن إن تذاكر تنجح هو ده حرف شرط بعد كده أسماء شرط الخطورة إن أسماء الشرط دي أنت عارفها زمان زمان في الإسم الموصول المشترك كان اسمه من وما من اسم موصول بمعنى الذي وما برضه اسم موصول معنى الذي فاكر حاجة كده وقلنا إنه هو اسم موصول مشترك لأنه ممكن يكون اسم موصول وممكن يكون اسم استفهام من أنت ما تفعل وممكن يكون اسم شرط جازم معنى اسم شرط جازم يعني في اسم شرط مش هيكون جازم آه في حاجات كده بيسموا أسلوب الشرط غير الجازم لأن الأدوات بتاعته غير جازمة يبقى من وما هاخدها اسم شرط من يذاكر ينجح ما تفعل من خير إن تجده ظروف ظرف الزمان وظرف المكان بيبقى يسم الشرط بس ظروف معينة متى للزمان وأين للمكان متى تأت أكرم أين تجد كتابك تسعد بقراءته طب أين ديت إيه رأيك إنه ممكن ندخل عليها ما تبقى أينما أينما تكونوا يدرككم الموت إيه المال لدخل على أين ديت بيقولوا أن ديت ماذا إذا لتوكيد أينما تكونوا طب التوكيد ده شكله يعني إحنا نستخدمه هو قال لك بيبن مع إذا إذا ديت اسم شرط غير جازم إذا جاء الربيع فرح الناس أو إذا ما جاء الربيع فرح الناس مش إذا ما جاء الربيع يعني ما نفيه لا هنا ما دو دخلت بعد أداة الشرط يعني بتكون زائدة للتوكيد طيب فيه إنت قلت لي متى وأين وأينما في أيانة وأن وفيه حيثومة حيثومة بالما ميم آلف دي أه بالميم آلف مفيش حيث بس لا يعني حيثومة بالوحديها كده اسم شرط جازم وفيه أيوه أيوه دي معربة يعني كل اللي قبل كده كان مبني آه مبني وأيوه هي المعربة هي المعربة طب وإيه أيو ديت بيقولوا أيو ديت بتيجي وبعديها مضاف إليه حسب المضاف إليه ده هوت لو المضاف إليه مثلا للعاقل يعني أيو إنسان تقابله تسعد به يبقى أيو إنسان يبقى زي من من للعاقل من تقابله تسعد به أيو عمل تعمله يكن لك أجر من عمل ده غير العاقل لغير العاقل يبقى أيو عمل ديت زي ما زي ما تعمل من عمل يكن لك أجر أيو وقت تأتني أكرم يعني متى تأتني أكرم يبقى ديت للزمان وهكذا بس أيو بتبقى دائما معربة يبقى من للعاقل وما لغير العاقل وفي مهما برضو لغير العاقل ما ومهما طب مهما ديت جات إزاي قاله هي ما بس حطيت الماء إزاي إذا اللي هي في الوسط ديت زي إذا ما جاء الربيع فبقت هقول ماما لا قاله حط حط الهيه في الوسط بقى مهما لغير العاقل إن ومن وما ومهما ومتى وأينا وأيانا وأنا وحيثما وأيوه طب إن حرف شرط مبني على السكون للمحل من العراض الباقي كله اسم شرط من اسم شرط مبني على السكون في محل وما اسم شرط مبني على السكون في محل ومهما برضو اسم شرط مبني على السكون في محل ومتى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان يعني ظرف بس اتاخد بقى اسم شرط مبني على الفتح اينا في محل نصب ظرف زمان ايانا اسم شرط مبني على الفتح ايانا في محل نصب ظرف ظرف زمان انا يعني في اي مكان مثلا برضو نفس الكلام اسم شرط مبني على السكون انا اخر والف مد في محل نصب ظرف مكان حيثما اللي دخل معها الماء أوتوماتيك ما تنفعش من غير الماء اسم شرط مبني على السكون في محل نص بظرف مكان أي اسم شرط مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخري غير المنونة لأنه مضاف لأن البعدي هيبقى مضاف إليه مجرور الأدوات التانية أين وأينما وحيثما والكلام ده هوت كلها ظروف وعرفنا أن إعرابها ثابت يبقى هنستخدم من وما بالتحديد وإن برضو إعرابها ثابت إنتو زاكت تنجح ده حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب يبقى هنلعب كله في الحتة بتاعت من وما لأنها يختلف إعرابها باختلاف الجملة هنشوف إن شاء الله التفاصيل دي في المحاضرة التالية شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا